لكن برضو الكتاب المقدس بيدعونا لتمييز الأوقات في العهد القديم كان فيه صبت بميز الأوقات وكثير ناس متخصصة في علم الأخرويات اللي هو الإسكاتولوجي موضوع آخر الأيام وكيفية مجيء يسوع المسيح بعض الكنائس يمكن تختلف عن كيفية وزمن مجيء المسيح لكن كل الكنائس المسيحية تؤمن أن الرب يسوع جاي راجع وجاي عن قريب الرب يسوع اتكلم قال ها أنا آتي سريعا والكنيسة تقول آمين تعال أيها الرب يسوع على فكرة كانت آخر آية في الكتاب المقدس في سفر رؤية إصحاح 22 اللي بيختتم فيها السفر كلياته اللي هو كمان الحديث عن النبوات بيختتم كلام الرب يسوع يقول ها أنا آتي سريعا والكنيسة تقول آمين تعال أيها الرب يسوع المسيح طبعا وبعدها بيتكلم يعني الآية الأخيرة نعمة ربنا يسوع المسيح بحي فيها المؤمنين لكن عمليا هذه كانت آخر جملة الرب يسوع بيقول فيها فرؤية يحنى إنه جاي عن قريب وجاي سريعا الرسول يحنى بيتكلم عن مجيء المسيح يقول يا أولادي هي الساعة الأخيرة الكاتب إلى العبرانيين يقول بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ فإحنا كمؤمنين مدعوون إنه انميز الأوقات وبالحقيقة الكتاب المقدس تلته بيتكلم عن نبوات وإذا شيء بيدل على صحة الكتاب المقدس اللي بميز هذا الكتاب عن أي كتاب آخر في هذا الوجود إنه الكتاب الوحيد اللي بيعطي نبوات كاملة في العهد القديم بيتكلم عن شعوب عن ممالك نبوات عن يسوع المسيح من ميلاده إلى مجيءه ثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر